السلام عليكم كيف نتوما لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كمين بخير وعلى خير ان شاء الله نصلي ولنبي كيفما العداع عندنا بدأ الفيديو دليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح دليوم وتحت الطلب ديلكم مرة اخرى غد نشارك معكم اليوم كروة صعب واحد طريقة اللي هي ساهلة تجيم ورقة شيشة كالتوف الفوم تقدرو تحضروها بحشوة اللي هي حلوة كيفما تقدرو تحضروهم بحشوة اللي هي ملحم عالطريقة ديال احتفاظ بهم في المجمد دمما غدي نزيد نطول عليكم كتار ندوز نشوفوا المقادر وطريقة التحضير ونتمنى يا ربي الوصفة اليوم وفيديو دليوم انا الاعجاب ديالكم بسم الله على بركة الله عندي هنا يا غدي نحتاج كأس ونصف من الماء الدافئ ما يعادل 300 مليل بالنسبة للكمية ديال الماء كتبقى على حسب الكمية اللي بغيتونتو ما ديال كروة صعب غدي نضيف لهم ملعقتين كبيرتين من الحليب بودرا او لهذا الحليب المجفف بالنسبة هاد الحليب اخوتي تقدرو تعودوه بنصف كأس ديال الحليب يعني ده ما كانشي عندكم حليب بودرا غدي ستعملوا كأس من الماء ونصف كأس من الحليب هني غدي نحتاج ملعقتين او ثلاث ملاعق عفوان من السكر الخشن اي سكر ساندة والسكر كيبقى على حسب الضوط تقدروا تستعملوا من ملعقتين حتى ثلاث ملاعق عندي ملعقة متوسطة من الخميرة الفورية اي خميرة ديال الخبز هني غدي نستعمل بياض البيض والصفر ديال البيض غدي نخليه حتى من بعد باش غدي ندهم به الكروسة ديالي سفي غدي نخلط هالمكونات جيدا بالفوي او لبع الطراب اليدوي عندي هنا يا خمسمية وخمسين جرام من الدقيق الابيض ما يعادل خمسة ديال الكيسان ونصف من كسد ديال العنبا ضيفت كذلك جوج ديال اكياس ديال السكر الفاني باش غدي نسم هاد الكروسة ديالي وده غدي نضيف جوج ديال الكيسان او ميتين جرام من الدقيق في اللويل من بعد غدي نكمل على الكمية مهم هنتم هنسوا ما غدي تشاهدوا معايا فهنا يجب الزيت او لضيفت جوج ديال الكيسان من الدقيق اي طحن ما يعادل ميتين جرام ديال الدقيق كنضيفوه في اللويل وكنحرق المكونات جيدا بالطراب اليدوي حتى ما كيبقوا شيدك الكويرات ديال الدقيق غدي نخليه حد عشر دقائق باش ديال الخميرة الفورية كتفاعل صافي على هذا الشكل هذا كيف ما اذكرت معكم فقط 11 دقائق هنبعد مداز تلك العاشر دقائق غدي نرجع من الخليط ديالي وغدي نزيله الكيمياء المتبقياء ديال الدقيق هدا كان الكأس ثالث كل كأس كنضيفوه كيوزين ميز جرام هدا كان الكأس الرابع غدي نضيفوه نصف ملعقة صغيرة من الملح وكذلك ربع كأس من الزيت نباتية ما يعادل خمسين ميليلتر صافي غدي نجمع العجينة ديالي فبالنسبة الكيمياء ديال الدقيق انا بالضبط خدت مني خمس مية وخمسين جرام ديال الطحين اي الدقيق يعني خمسة ديال كيسان ونصف ولكن ماشي شرط انتم غدي تضيفوه الدقيق حتى تحصلوه على القوام اللي غدي نشارك معاكم العجينة كتكون ارتطبة ولكن ما كتلتسقنا شي بزا في الدنا سوف ننضيف تدريجيا هنا نكمل على الكيمياء المتبقية هنا نصف الكأس باش غدي نكمل خمس مية وخمسين جرام ديال الدقيق بالنسبة الكيمياء ديال المالي استعملت انا ديال 300 ميليلتر ديال الماء وكيفما ذكرت معكم تقدروا تنقصوه من الكيمياء ديال الماء باش تحصلوه على كيمياء اللي هي بسيطة او تضعفو المقادر كيبقى لكم الاختيار سوف هنا بعد ما ضيفت الكيمياء كاملة ديال الدقيق سوف نجمع العجينة ديالي وندلكها واحد شوية واحد ثلاثة ديال الدقيق فهذا هو القوام ديال العجينة اللي كنحصلو على العجينة اللي كتكون ارتطبة ولكن ما كتلتسقنا شي بزا في الدناها انتم ما كتشاهدوا معايا سوف نجمع العجينة ديالي في الوسط ونغطيها بالبلاستيك غدائي سوف نغطيها كيفما ذكرت معاكم بلاستيك غدائي ونترك العجينة ديالي تختامر حتي تضعف الحجم دياله فهنايا غدي نحتاج باش غدي نورق العجينة ديالي عندي الزبدة اخترت نستعمل زبدة حيوانية للأكل تستعملوا هذا النوع هذا او لا تستعملوا زبدة ديال التوريق ولكن ما تستعملوا زبدة نباتية اللي كتكون في العلب لانك تكون فيها كمية كثيرة ديال الماء وغادي يتعدبكم من اللي غادي تجو تصرحوا العجينة ديالكم فيستحسن تستعملوا هذا النوع هذا ديال الزبدة لي كيكون ديال الأكل كي يكون القوام دياله فقط نصف العلبة حكيتها اي بشرطة وغادي نضيف عليها ملعقتين متوسطتين من دقيق النشا اي نشا الدورة ماي يعادل واحد تلاتين جرام واحد ملعقة صغيرة من خميرة ديال الحالويات اي بيكن باودر ماي يعادل واحد خمسة جرامات سفيو غادي ندخل هاد النشا مزيان مع ذيك الزبدة بعد ما حكيتها يعني كنلبس ديال قطع ذيال الزبدة مزيان بهذا النشا كنعملوا هاد الطريقة خوتي باش الزبدة ما كتخرج النشا ملوى من العجينة وما كان طروش عملو ديك عملية ديال التوريق يعني نطلقوا العجينة وندخلوها للمجمد فهيدا ما غادي نطروش ندخلوها بزفن الثلاجة سفينا العجينة ديالي بعد ما اختم رسوا الضعف الحاجم ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا كنخوها من ديك الهواء اللي كيكون فيها وغادي نرش السطح العمل ديالي بالكيميا ديال الدقيق وغادي نسرح العجينة ديالي العجينة من اللي كترتح فهي ضغيا كتتطلق لكم سفينا نحاول نسرحها ونعطيها وحش شكل تقريبا مستطيل فهذا هو السمك اللي كنخلي العجينة ديالي يعني ما كنرقش بزف فقط غير شوية وصافي غادي نجيب ديك الخليب ديال الزبدة اللي كنا حضرنا مع ديك النشا وكذلك الخميرة ديال الحلويات أي بيكين باودر غادي نسرحها غير في نصف العجين ما كنسرحاشي العجينة كاملا مهم كيف مقص وضح لكم الصورة كنحاول نفرق ديك القطع ديال الزبدة مزيان فبالنسبا هالطريقة ديال الزبدة تقدروا تعتمدوا الطريقة اللي كنت شاركت معكم في العجين المورقة تحتها هي صراحة تجي سهلة جدا انا بغيت نبدلكم لان احتها هادي سهلة وما كنطروا شي كيف مقود لكم دقوا ندخلوها بزف ديال المرات من الثلاجة دهبا بعد ما شدت عليها العجينة غادي نقرص على الحشيات دياله مزيان باش تشد العجينة مع بعضيتها وغادي نصراح العجينة ديالي مباشرة يعني ما كندخلوها شي من الثلاجة كنصرحها مباشرة كنحاول نعطيها شكل مرة اخرى مستطيل هاد المرة غادي نرقق العجينة ديالي هادا هو السمك اللي غادي نخلي في العجينة ديالي وغادي نضنطوي بحالة الشكل هادا فانتو ما كتشاهدوا معايز زبدة ما كتخروج ناشي تماما لان ديك النشاف حلي كتزيد تشبر للقوام دياله زبدة اللي استعملت انا حيوانية يعني القوام دياله يكون قصح شوية ماشي بحال زبدة ديال العلب ديال بواطس كتكون خفيفة يعني زبدة نباتية كتكون فيها كمية كتيرة ديال الماء سوف ينضغط عليه غير شوية بذيك المدلك وغادي نقسم العجينة ديالي اعلى نصفين هايدا باش من بعد ما اللي نسرحها ما تعدبني شي لان العجينة كبيرة غادي ناخد كل نصف غادي نعمله في واحد طبق وغادي نأولف واحد تبصيل وغادي نغطيه بالبلاستيك غدائي غادي ندخل للتلاجة فقط عشر دقائق علش كندخل للتلاجة غير باش العجينة كترتح وكنقدر نسرحها يعني ما كتعدبني شي كتكون رتحت وكتسرح لي بسرعة فقط واحد عشر دقائق لا اكتر فهنا ايام بعد ما خليت العجينة ديالي واحد عشر دقائق كما اتكرت معكم خرجتهم مباشرة كمدا نسرحها باستعانة دي الدقيق اي طحين كنرش السطح العمل ديالي وكمدا نسرح العجينة ديالي الطريقة اللي هي سهلة جدا فذيك الجيال اللي قطعنا منها العجينة خوتي ضغطوا على العجينة مزيان لان من اللي قطعنا العجينة بقوذيك زبدة كتبان يعني غطيوها بالعجينة بش ما تخرج لكمش سوف نسرح العجينة ديالي سهلة وكتر تحملي كتر تحملي كتر تح كتسهل علينا غدي نعطيها مرة اخرى الشكل مستطيل غدي نحاول نعوطها بيدي باش من قطع شي منا احت شي حاجة وغدي نجيب هاد الادات او لشي سكين اللي بغيتو هاد ديال بيدي كتسهل علينا وغدي نعمل متلتات على شكل طولي يعني يكونوا طوالين اخوتي شحال ما كانوا هاد المتلتات طوالين كتجيكور وصى يعني في هادك تلويات بزاف وكيجي الشكل ديالي مزيون وكذلك كنعمل ديك الافتيحات يعني في كل متلت كنعمل واحد تقطيها في الوسط دياله هادي جاتني كبيرة غدي نقص منا شوية فبالنسبة هاد القروسة غدي نحشيها بالشوكولاتة شوكولاتة ديال الدهن اينا وغدي نعمل كميا في الوسط كل متلت فكيف ما اتكر سمعكم اخوتي في اللويل بالنسبة هاد الطريقة هاده هاد العجينة هاده تقدروا تعتمدها بالنسبة الحشوالي هي حلوة كيف ما تقدروا تحشيهم بحشوالية ملحة غير هي في المقادير غدي تحيدوا طبعا ديك تلات ملاعق ديال السكر اذا كنتوا غدي تعملوا كروسة لهي ملحة غدي تحيدوا ديك تلات ملاعق ديال السكر لضفت وديك جو ديال اكياس دير السكر الباني وغدي تعتمدوا نفس الطريقة فكيجيوا رائع جدا يعني نفس الطريقة غدي تحشيهم بأي حشوة بغيتو ضروري ان شاء الله غدي نشاركوا معاكم مرة اخرى بحشوالي هي ملحة ان شاء الله يا ربي صافي غدي نكمل هانتو ما كتشاهدوا معايا الطريقة اللي هي سهلة خوتي كنلوي الكروسة غير هو ديك القاع دياله كنجبدو شو يبيت دي هانتو ما كتشاهدوا من اللي كنكون علي النوصل كنجبدو باش كتجي التلوية كبيرة يعني كتلوي بزاف على بعضيته وكيجيوا يعني ديك الطبقة تفوق بعضيتهم مزيونين هانتو ما ضروري ما كنجبدو لديك الاسفل دياله و لديك القاع دياله هايدا وكلوه صافي غدي نكمل الوحدة اللي بقى للاخرانية ومن بعد غدي نخرج العجين المتبقي ونسرحه بنفس الطريقة هانتو ما كتشاهدوا معايا هنالصفي حول السينية ديال الفرن ديالي انا فرش لها الورق ديال الطبخ او الورق ديال الفرن اللي ماشي ضروري اذا ما كنتوش يمتو فرن عليه غدي ترش ل السينية ديال الفرن ديالكم او لصفيحة ديال الفرن كمية بسيطة ديال الدقيق وتعملوا الكروهوسة ديالكم غير بعدو بين كل وحدة وحدة بعدو خليوا مسافة بيناتهم لانهما مليكي تطيبو في الفرن كيزيد يكبر الحجم ديالهم هادو غدي نخليهم بدون حشوة يعني غدي نخليهم غير هيدا لانك يعجبوني من بعد ندهنهم بالجبن او بالمربة يعني غدي نخليهم بدون شوكولاتة وهذه الشوكولاتة عملتهم لحاسب الاطفال ديالي فغدي نكملوا نخليهم يرتاحوا 11 دقائق فهنا يمن بعد ما ساليت كيف ما اذكرت معاكم خليت الكروهوسة ديالي ترتاح 11 دقائق وخديت ديك صفر ديال البيضاء اللي كنا احتفظنا به من المقادير دياله قطرة ديال الحليب وخفقته مزيان وكان دهن الكروهوسة ديالي مزيان على هاد الشكل هادا هاد الاثناء كان عندي الفرن ديالي كيسخون على درجة حرارة 180 درجة غدي ندخل صفيحة ديالي في الوسط ديال الفرن وغدي ننقص من درجة الحرارة من 180 ن 150 درجة يعني الكروهوسة تطيبع لنار اللي هي مهيلة النار من الاعلى ومن الاسفل كنخلي وهكا تاخذ من 20 تن 25 دقيقة ويمتك تتحمر مزيان وكتبع لخطرة سوف يكن خرجه بحال هاد الشكل هادا كتجي مورقة وشكل يلا رائع كيف ما كتشاهدوا معايا هانتو ما كتشاهدو ذيك الشوكولاتة ما كتخرشي منها وحتى دعمتو الحوشوالي ملحا فطبعا ما كتخرشي منها انا غدي نقصم معاكم وحدا هانتو ما كتشاهدوا معاي كيجي ذيك الورقات كل ورقة مفروقة على اختها وكيجي ورطي طبين وكي دوبوا في الفم فكنتمنى يا ربي الوصفة اليوم سكننا الاعجاب ديالكم الاستحسان ديالكم غدي نوريكم طبعا كيفاش كنحتفظ بهم يعني الطريقة اللي هي ساهلة كيف ما غدي تشاهدوا معايا فهناي كناخد البلاستيك غدائي وكنعمل الكمية على حسب الافراد ديال الاسرة ديالي ثم عملوه لحسب الافراد ديالكم كنلويها بحالة الشكل هذا وغادي ندخلهم المجمد نهار لي كنبغيهم كنخرجهم كنخليهم من ديسكون خلاو او لا يطلقوا راسهم او لا كندخلهم من الفرن يصخنوا شوية وكنتناولوهم هادو كانوا صغارين بدون شوكولاتة كيوحة وممزيونين فكنتمنى يا ربي الفيديو دياليومينا الاعجاب ديالكم اذا اعجبكم ما تنسوني شي كيفما العذاب اللي لايكات ديالكم والتعليق الجميلة اللي كاتتركوا لي اضربكم موعد حتى الفيديو اللي مرجي ان شاء الله تعالوا لي فرسكم بسلام و بسلامة اشتركوا في القناة